اهلين اليوم سويت معكم حشوات لذيذة لخبزة البابكا اتمنى تعجبكم بالبداية للعجينة عندي حليب دافي وسكر وخميرة وبعد ما تتفاعل الخميرة اضيف البيضة والفانيليا اخلطهم مع بعض وبعدها اضيفها على المواد الجافة عندي هنا دقيقة وملح وزبدة بحرارة الغرفة وبعدها اضيف المواد السائلة وعجينها بالعجانة اللي انت تتكون معي العجينة متماسكة بهذا الشكل وبعدها اخمرها في مكان دافي لمدة من نص ساعة الى ساعة وهذا الشكلة بعد التخمير اقصصها قطع صغيرة وحشيها الحشوات اللي احب في البداية عندي هنا بستاشيو ورهش اقصصها بهذا الشكل بعد ما الفيتها سطواني واحط الحشو على فوق وابدا سويها بهذا الشكل عندي هنا صحون اليمنيوم ممكن تستخدمون القالب او اي شي عندكم الحشو الثاني عندي هنا لبنة وزيت زيتون وزعتر وبس فصادت جاهزة الحشوة هذه حطيت اعشاب رح اكتب لكم اياها تحت مع العجين وبعدها جبنة بيضة الحشوة هذه اندي طماطة مجفف عجنتها مع العجينة نفسها وصارت مرة طرية فاضطرت عجينها بالدقيق وافردها وحطت صلطة الاجبان الحارة صراحة هذه اللذيذة انصحكم تتربونها هذه عندي شوكولت وجوز وبس غلفتها وخمرتها نص ساعة وبعدها ضفت صفار البيض والنس كافي ودخلتها الفرن وهذا الشكل اول ما طلعتها من الفرن ماحكي لكم كيف الريحة رهيبة زي انتها بالرهش والفستق وعندي جوز وهذه اللي قلت لكم لذيذة صراحة لذيذة لذيذة انصحكم تتربونها وشوفوا كيف طرية والحشوات مليانة والفكرة التقديمها عندي هنا بوكس شريطة اونلاين حطت فيه الفطيرة وبعدها لفتها بالشرائط او بالخيوض وعندي عبارات هاند ميت ممكن تهدونها لحبايبكم او للأسر مدجة وبكذا خلص الفيديو اتمنى اعجبكم اشتركوا في القناة